وها كلهم شهداء من هو سبحان الله التدوج كمان يعني من الأصغر فالأكبر فالأكبر يعني من الشهيد جهاد فايز مرنية إلى الشهيد فؤاد فايز مرنية إلى الشهيد القائد الحاج عماد فايز مرنية رضو الله عليهم أجمعين هذه ميزة مهمة واستثنائية وتعبر عن مستوى العطاء والمستوى الجود ومستوى الامتحان ومستوى الابتلاء وأيضا عن مستوى الصبر والتسليم ورضى بمشيئة الله وباختيار الله وباستفاء الله الذي شاهدناه من أبو عماد وأم عماد وكل أفراد هذه العائلة الكريمة أنا بالحقيقة بالحكي عن أبو عماد وجيله نقات عدة عنوين سريعة وبدأ حكيهم من شان جيلنا ومن شان أولادنا وأحفادنا لهم الجيل الأسبق من جيلنا أبو عماد يعني مثل والدي مثل والد الكثيرين من عمرنا فنحن هلأ عمليا باللحظة الحالية فينا نحكي عن أبائنا هذا جيل وجيلنا نحن يعني أولاد الخمسينات وأوي بالستينات أولادنا وأحفادنا نحكي عن هذا الجيل اللي سبقنا شوي واحد جيل الكادحين العاملين نذكر في تلك المرحلة يعني اللي نحن عشنا نحن مصغار أو بيحكونا يا أبائنا عن تلك المرحلة التي عاشها أباؤنا وأجدادنا القريبين يعني جيل أبو عماد ومن سبق وجيل أباء هذا الجيل من فقر وجوع حرمان إهمال من الدولة والحكومات المتعاقبة ومظلومية في الحقيقة أي إنسان إذا بيرى الكتب أو المذكرات أو بيستمع لهذه المرحلة يبكي يعني لا يستطيع أن يتحمل عندما يستمع إلى ما كان يعيش هؤلاء وكيف هاجروا من قراهم خصوصا من البقاع ومن الجنوب ومن بقية المحافظات إلى بيروت إلى ضواحي بيروت إلى ما كان يسميه سماحة الإمام المغيب القائد السيد موسى الصدر عاده الله أخويه بخير كان يسميه بحزام البؤس بتبلش فيه من الأزاعي وحي السلم وبتمشي فيه لتروح على الكارنتينة وعلى النبعة وعلى برج حمود وعلى طل الزعتر وغيره وكيف جاء هؤلاء من هذه القرى والأرياف وماذا عملوا هنا وكيف كدحوا وكيف اشتغلوا في الليل وفي النهار ونوع الأعمال التي تحملوا القيامة بها واستمروا هكذا هؤلاء جيل الآباء جيل آبائنا نحن نتذكر كيف كانوا أنا بعرف عائلات بكاملها أنه من الصبح لعشي البي والأم عم يشتغلوا حتى يقدر يأمنوا طعام لأولادهم أو يقدر يفرطوهم على المدارس أو يقدر يأخذوهم عن الطبيب لطالما تحملوا عناء العيش وشضف العيش وصعوبات الحياة من أجل أن يؤمنوا لأولادهم وبناتهم وأبنائهم حياة معقولة لا أقول حياة كاملة أو حياة مترفة حياة معقولة فيها الحد الأدنى من إمكانيات الصمود والبقاء والاستمرار ولكن حياة مع كرامة هؤلاء كانوا بحسب الأحاديث الشريفة وروايات الموجودة عندنا كمسلمين موجود في الرواية عندنا أن الكاد على عياله هذا الذي يخرج عند الصباح الباكر وقد يعود في وقت متأخر ويتعب طوال الليل وأحيانا قد يعمل طوال النهار وأحيانا قد يعمل في الليل في سبيل عائلته وحياتها وقوتها وكرامتها أولا كالمجاهدين في سبيل الله برواية يقول كالمجاهد في سبيل الله هذا الطبيعي هذا نحتاجه لا يجوز أن تخلو الجبهات من المجاهدين لأنه يسقط كل شيء في يد أعداءنا أيضا لا يجوز أن يخلو المجتمع من العاملين ومن الكادحين إذا تحول المجتمع إلى آباء لا يتحمل المسؤولية إلى كسالة إلى تنابل سينتشر الفقر والسلب والنهب والسرقة ومشاكل والجريمة لذلك هؤلاء تحملوا مسؤوليات كبيرة أبو عماد رحمة الله عليه كان نموذج لهؤلاء الكادحين الذين تعبوا في حياتهم تعبوا وكدوا وعملوا أي تفاصيل على كل حال الناس اللي عاشروا وعايشوا ويعرفوه اثنين هؤلاء هذا الجيل كان جيلا مربيا مربيا لأبنائه وبناته يعني الآباء والأمهات في ذاك الجيل واقعا كانوا يربونا يهتموا فينا يحكموا مع أولادهم ينصح أولادهم يوعز أولادهم جيل ما نحن إذا بقي متمسكا بقيمه بأخلاقه بدينه بإسلامه بهذه التقاليد والعادات الجميلة والطيبة الموجودة في مجتمعنا فهي من بركات تربية هذا الجيل من الآباء والأمهات ولهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى علينا لماذا أذكر هذه النقطة لأقول الجيل الأجيال الحاضرة من الآباء والأمهات من جيلنا من أولادنا وأحفادنا إذا كمان بلشوا يتزوجوا يجب أن يعرفوا أنه عليهم مسؤوليات كبيرة جدا للأسف في الواقع المعاصر هذه المسؤوليات يتم التخلف عنها اليوم وين البي والأمه بيعدوا مع أولادهم بيحكوا مع أولادهم حتى إذا لتقوا على غدا أو عشاء أو على سهرة بتلاقي كل واحد حامل هيدا اللوح ورادين عم بيتكتكوا ويحكوا ما أحدا بيحكي مع أحدا ما أحدا بينصح حدا بعد شوية حيصيروا الناس غربة عن بعضهم حتى داخل البيت في زمن الانترنت وفي زمن الواتس أب وفي زمن المبارس شو هذه المصطلحات ما أعرف أحفظها أنا وفي زمن هاي اتثورت الاتصالات وانبعد في عائلات علاقات عائلية وعلاقات اجتماعية وعلاقات رحمية الولاد عاشين بعالم تاني الله أعلم مين عم بيربيهم الله أعلم مين عم يحكي معهم الله أعلم مين عم بيكون لهم أناعات وثقافات وقيم وعادات وتقاليد وبيجي وقت ما تتفاجأ فيه أنه بعد يمكن هلا بعد هذا الجيل والجيلين بيصندوا وسلق دام شوي سوف نشهد أجيالا مقطوعة الصلة بكل هذا الماضي وبكل هذا التاريخ وبكل هذه القيم اللم يبادر الآباء والأمهات في كل جيل إلى تحمل مسؤولياتهم والعنوان الثالث هو مواكبة هذه المقاومة من قبل هذا الجيل من الآباء والأمهات أنا لما عم نحكي بالسبعينات بالثمانينات كانوا بعضهم آباءنا وأمهاتنا شباب والذين كانوا التحقوا في هذه المقاومة أغلبهم شباب 19 21 22 سنة هذا الجيل من الآباء والأمهات جيل أبو عماد فتح الأبواب فينا نقول كانوا جزئين جزء شجع في هذا الاتجاه وفي جزء في الحد الأدنى ما منع لم يحتفظ بأولاده وبأبنائه وشبابه ولم يبخل بهم على لبنان وعلى الأرض وعلى العرض وعلى الكرامة وعلى السيادة وعلى العزة وهذه الميزة الحمد لله لم أتمكن لأبلها شوي تأدنى لكن هذه الميزة ما زالت في جيلنا وفي جيل أبنائنا وهذا نراه بشكل واضح اليوم في مجتمعنا لكن هذا يحتاج دائما إلى تثبيت وإلى تأكيد عند الحاج أبو عماد كان بيقدر لما يقدم شهيد خلاص مع ذلك الشهيد الأول الشهيد الثاني وصولا إلى الحاج عماد وما أدراك ما الحاج عماد قائد في هذه المسيرة هذه من بركات هذه العائلة الاستثنائية أن تقدم للبنان وللمقاومة ولفلسطين ولحركة المقاومة شخصية وأن تقدم رجلا وأن تقدم قائدا كعماد مغنية الذي هو بحق رجل استثنائي وقائد استثنائي وشخصية استثنائية ثم لا يكتفى بالأولاد فيكون أحد الأحفاد شهيدا وابتعف عادة الجد لما يستشهد ابنه يصير علاقته العاطفية بالأحفاد أكبر بكتير وفي هيك واقع قدم الحاج فايز منية شهيدا من أحفاده أيضا والأنوان الأخير في هذا المقطع الأول له علاء بالحاج أبو عماد هو وصية الدفن يمكن لحد يقول يا سيد شجاب هاي على هاي لا أركم أنا جانب أبنائه الشهداء وهيك العائلة بتصير عريبة بتروح عند شهداء أو بتروح عند أبي شهدائها لكن وصية الحاج أبو عماد التي قالها لأكثر من شخص أنه يريد أن يدفن في قريته طير ضب في الجنوم طيب ليه يا حاج هون أنا دواف عند هاي ليه حتى تضل العائلة ضل عائلتي وأهليتي ولادي وأحفادي وبناتي الأولاد ما عاد عنده بناتي وأحفادي يضل يجوا على الضيعة يعني كما هو مدرسة في حياته هو مدرسة في عند وفاته هذا شوي بده وعف عند هذه النقطة لأقول نعم أيضا من مخاطر جيل الانترنت وجيل الويتس أب وجيل 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 الانقطاع عن هذه الجذور عن البلدات عن القرى التي ينتمي إليها آباؤنا وأجدادنا بده هاي العلاقة الوجدانية بالضيعة تضل مستمرة هلا ليش بتشوفوا هذا عند آبائنا أكتر لأنه هني إجوا من الضيعة على بيروت إجوا من الضيعة جيلنا نحن وجيل أولادنا وأحفادنا أغلبوا خلق وين بالضواحي خلق بعيدا عن القرى والبلدات أما أما جيل أما جيل آبائنا هي تضيعوا البلدات بتعني له حياته صبار شباب آبائه أجداد أمهات وأرحام وكل هذا التاريخ طيب وبدون إيانا نظل موصولين والصح أن نظل موصولين لذلك أنا أدعو إلى أن تكون وصية الحاج أبو عماد هي وصية ثقافية وهي وصية وجدانية يعني كيف نعمل لترتبط أجيالنا بقراها وببلداتها أي طبعا مسؤولية الأباء والأمهات في الأجيال الحاضرة ما تنقطع السلة بالضيعة بالقرية بالبلدة التي أصلا ننتمي إليها هناك عادات بلبنان جيدة يجب الحفاظ على هذه العادات وإن كانت بعض الأحوال عن التواجع مثلا أنه بأيام السبت والأحد بالعطل بالأعياد الناس بيطلعوا على الضيعة هذه عادات يجب التمسك بها بالصيف الناس بيطلعوا على الضيعة هذه عادات يجب التمسك بها وأنا أدعو إلى أكثر من ذلك أي عائلة موجودة في بيوت في الضواحي غادرت قراها وبلداتها وضيعها أن تسعى بأي شكل يعني ولو العيلة أنا بعرف الإمكانات المالية ما بتساعد بس مجموعة إخوي ومجموعة عيل لو عمروا أوضع أوضع بالضيعة بيظل يتذكروا أبوهم وجدهم وأمهاتهم وجداتهم ويظل هذا البيت مثل مبوله مصمار جحة بالضيعة تطلع العيل تتناوب عليه تحضر فيه هذه الصلة يجب أن تبقى مستمرة لكن هذا في البعد الثقافي والوجداني والعاطفي لكن اسمحوا لي أن أتوسع أكثر وأقول كلمة مختصرة لأنه هذا بدني آش لعله يكون هذا المنح هذا الاتجاه أن نعيد النظر في هذا التراكم السكاني في بيروت والضواحي وينعمل خطط على مستوى الدولة وينعمل خطط على مستوى المجتمع المدني والجمعيات الأهلية يمكن يكون هذا حل كثير من المشاكل الموجود اليوم بالبلد هلأ بالتراكم الموجود هون طيب فيه عمنا أزمات سير ما إلى حل قدر نعمل لحلول بدأ إمكانات هائلة فيه عمنا أزمات بيئية خانقة فيه موضوع النفايات فيه موضوع الأوضاع الصحية فيه الآثار الاجتماعية لهذا التراكم السكاني سرعة انتشار المخدرات سرعة انتشار الوذيلة سرعة انتشار الجريمة فيه كثير آثار سيئة لهذا التراكم السكاني فيه مناطق ضيقة ومقفلة لكن إذا بلشنا نرجع على الضياع بلشنا نحي الأرياف من جديد طبعا هذا بده خطة بده تنمية أهم شيء بده شغلتين أنه الدولة وأيضا المجتمع المدني سيعدوا في إيجاد فرص عمل في القراء واثنين تأمين مواصلات هلا أنا بعرف في عيال بكاملها انتقلت إلى أماكن إلى عادت إلى قراها لما صار في تسترادات ألا الواحد أحيانا يمكن يجي من النباطية أو منطقة الزهرانة بيوصل على بيروت قبل ما يوصل ابن حي السلم اللي طال على بيروت في حالات من هذا النوع هذا أمر يجب أن يفكر به يجب أن يخطط له يجب أن يدرس حتى على مستوانا نحن يعني بيوم لأيام نحن كنا عدين عم نفكر بس نعجأنا بالأحداث اللي صارت بالمنطقة أنه طيب أغلب إخواننا الذين يعملون في الجنوب فليسكنوا في الجنوب أغلب إخواننا الذين يعملون في البقاع فليسكنوا في البقاع وهكذا في بقية المحافظات أنا لا أتحدث عن شريحة اجتماعية معينة أو عن طائفة معينة أو عن محافظة معينة أصل منهجية وفكرة العودة إلى الأرياف العودة إلى القرى ولبنان كله أصلا مدينة كبيرة يعني كله لبنان على بعضه قداش إذا تعالج فيه موضوع المواصلات يمكن أنه يصير فيه هذا الانتشار السكاني بشكل منظم ومدروس وهذا له بركاته العايش في الأرياف وفي الضياع إلى أثار صحية ونفسية وتربوية يا أخي على الأليلة في محل يطلعوا والأولاد يلعبوا على الأليلة بتشوف شمس على الأليلة بتشوف هوا عم بحكي عنكن أنا ما بشوف شي يعني فالناس بتطلع الناس بتشم بتظهر بتلتقي بتأكل من أرضها أكل طيب بتزرعها حبة خضرة من هون حبة أمح من هون كتير الحياة تتغييها هذا بده مقاربة جادة على كل حال أحباب من هنا أنا أقول أنه الحاجة أبو عماد رحمة الله عليه قال صحيح يمكن هو مكان قاصب هذا البعد التاني اللي أنا عم بحكيه لكن البعد الأول أكيد كان مقصودا له وعبر عنه وهذا ما نتمنى على جميع جيلنا وجيل أبنائنا وجيل أحفادنا والأجيال المقبلة أن يحفظوا هذه الصلة العاطفية والوجدانية بقراهم وبضيعهم وبالخصوص إذا كان لهم فيها أرحام وأقارب وهذا مما يعزز ويمتن البنية الاجتماعية والبيئة العامة التي نستند إليها ونعيش فيها لبنانيا عندي كم نقطة أحكي فيهم نقطة الأولى خلال الأسابيع القليلة الماضية كان في اتهامات أمريكية ليست جديدة ولكن يترتب عليها أثر جديد وهي أنه شكلت وزارة العدل الأمريكية لجنة تحقيق بدأت تيجي على لبنان هلأ ما بعرف إيجيت ما إيجيت لأنه وسائل الإعلان كل شي حكي شكل أنا ما دقعت بدأت تيجي تلتقي مع مسؤولين لبنانيين وجهات لبنانية وبدأ تعمل تحقيق حول علاقة حزب الله بتجارة المخدرات وأنه نفتح قصة بأمريكا أنه أوباما منع التحقيق في المسألة الفلانية التي ترتبط باتجار حزب الله بالمخدرات بينما ترامب هو لا يتسامح في شيء وبالتالي هو مشكل لجنة تحقيق نفس هذا الموضوع أيضا في جهات اشتغلت فتحته بفرنسا وأنه فيه اعتقالات وفيه ناس وتجارة مخدرات وغسيل أموال وما شكرا بكل أحوال يعني موضوع ما بدي وقف عنده كثير بالوقت لكن بدي ذكر بالموقف أساسا أود أن أقول لكم ولكل المشاهدين بشكل قاطع أن هذه افتراءات واتهامات ظالمة ولا تستند إلى أي وقاع وليس لها أي حقيقة حزب الله فيما يتعلق بهذا الأمر له موقف ديني وشرعي وأخلاقي واضح جدا عندنا الاتجار بالمخدرات حرام وممنوع ومن الكبائر أيضا ونحرم الاتجار بالمخدرات حتى في مجتمعات العدو يعني ممكن حدا يطلع معه أنه طيب شو المشكلة نبيع مخدرات للمجتمع الإسرائيلي لندمر المجتمع الإسرائيلي حتى بيع المخدرات للمجتمع الإسرائيلي لتدمير المجتمع الإسرائيلي عندنا حرام أصل الاتجار والمخدرات ونشر المخدرات ما إلى علاقة حتى في مجتمع معادي هذا التزامنا هذا التزامنا المطلق وبالتالي هذا كله ليس لا وعي أساس من الصحة هلأ نعم هذا يأتي في أي سياق أنا مرة ذكرت برج عبعيد بموضوع الاتجار يعني مو بس بموضوع المخدرات أنا ذكرت في أكثر من مناسبة يا جماعة حتى التجارة الحلال نحن حزب الله حتى التجارة الحلال كل شي اسمه تجارة كل شي اسمه عمل استثماري نحن بعيدون عنه بالكامل مو زهدا مو لأنه حرام نحكي بالتجارة الحلال بالعكس التجارة هي عمل مستحب التجارة على المستوى الشرعي والفقه عمل مستحب لكن بالنسبة لحزب الله كحزب ككيان معين سياسي جهادي نحن أخذنا أرار أنه ما بدنا نقوم بأي عمل تجاري وقالوا أسبابه أسبابه العقوبات أسبابه أنه هذا ما يترك آثار على التجارة اللبنانيين وبكرا يصير كل تاجر لبناني يتهم بأنه هو يوظف أو يستثمر أموال تابعة لحزب الله نحن لا نقوم بأي عمل استثماري ليس لدينا أموال نستثمرها الأموال المتاحة لنا هي بالكاد تكفي لنفقاتنا ومصاريفنا في الساحات المختلفة وخصوصا نحن نخوض معارك وبالتالي ليس لدينا مال نستثمره وليس لدينا شركات وليس لدينا جهات تستثمر وكمان بين هلالين أنا ذكرت هذا سابقا وأعيده الآن لأنه هلأ الحمد لله بعد الانتصار في العراق وبعد الانتصار الشبه النهائي في سوريا والعودة العافية وعودة الأعمار وفي شركات وفي لبنانيين وتجار لبنانيين سيعملون في العراق وفي سوريا وفي بلدان أخرى أريد أن أقول للجميع ما في حدا ما في شغل أو مشروع اسمه هيدا لحزب الله حزب الله ما عنده شيء حزب الله ليس لديه مال ليستثمره في أي مكان وليس شريكا في أي مشروع وليس داخلا في أي مشروع استثماري أو تجاري نعم لا يمنع أنه والله فيه تجار خطه من خط حزب الله إخوة من إخواننا فيه أغنياء فيه عنده الناس عنده الإمكانات هم عم يشتغلوا شخصي نحن ما منعين العالم واحد عنده ماله عم يتيجر هذا تجارة شخصية هذا مال شخصي هذه شركة شخصية حزب الله كحزب الله لم يفوض أحدا ولم يخول أحدا أن يتكلم باسمه وأن يدير مشاريع استثمارية تابعة له لأنه أصلا ما في هيك مشاريع استثمارية هاي بين هلالين للتأكيد أما موضوع المخدرات أما موضوع المخدرات فهذا موضوع قلت لكم أنه حاسم لكن يأتي في سياق الحرب علينا في سياق الحرب علينا وهي طبيعي يعني لما في 8 أيام زماني بيعترف أن الصفارة الأمريكية في لبنان بس يعني أنفقت 500 مليون دولار لتشويه سمعة حزب الله ولإبعاد الشباب عن حزب الله هذا جزء من معركة تشويه طيب هم حاولوا الأمريكان يقنعوا العالم أنه حزب الله منظمة إرهابية توفقوا بأماكن في أماكن ما توفقوا فيها وحتى بعض الأماكن اللي قبلوا يحطونا على لوائح الأرهاب هم تحت الطاولة بيتصلوا فينا وبيتعاملوا معنا وبيقتلوا حالهم على علاقة معنا ما نجحت فكرة منظمة إرهابية مش منطقي حزب الله أثبت خصوصا في السنوات القليلة الماضية أيضا أنه من أهم من بين القوى المهمة ومن أهم القوى هو ليس الأهم من أهم القوى التي تقاتل الإرهاب والجماعات الإرهابية في المنطقة كيف نقول هذا إرهابي وهو يقاتل الإرهابيين الذين أجمع العالم على وصفهم بالإرهاب لذلك هما رايحين على عنوان آخر تقديم حزب الله كمنظمة إجرامية أتمنى رأي العام ينتبه لهذا الموضوع في عنوان منظمة إرهابية في عنوان تاني اسمه منظمة إجرامية شو يعني منظمة إجرامية يعني منظمة تتاجر المخدرات منظمة سرقة سيارات منظمة لصوص منظمة مرتزقة وقتلة بده يحاول يلبسنا صفة المنظمة الإجرامية طيب هلأ يجووا على لبنان يعملوا تحقيق أهلا وسهلا فيهم أنا أدعوهم تجي لجنة وزارة العدل الأمريكية على لبنان يعملوا تحقيق ونأمل من اللبنانيين الذين سيلتقون بلجنة وزارة العدل أن يقولوا الحقيقة وأن يكونوا صادقين ما حدا يكذب وحرض علينا لأنه في لبنان فيه هكي ناس في لبنان معروف مين عنده موقف من تجارة المخدرات من تجار المخدرات من كل هذا الملف هذا معروف اللي عنده شيء علينا يتفضل نتمنى أن تقال الحقيقة وإن كنت جازما بأن الأمريكيين لا يبحثون عن الحقيقة هم يبحثون عن أي شيء ليركبوا هذا الاتهام وليضعوا حزب الله على لائحة المنظمات الإجرامية على كله في هذه النقطة أيضا أكتفي بالمقدار وأقول نحن نرفض هذا الاتهام نحن في هذا الأمر قاطعون وحاسمون ولا نقبل أي تهمة وليس علينا أي غبار بالعكس هم يروحوا يشوفوا حالهم يعني بالأول الأمريكان والسي آي آي والأجهزة الأمنية الأمريكية كيف بتشتغل وكيف بتتاجر بالمخدرات وكيف بتدمر مجتمعات من خلال نشر المخدرات في هذه المجتمعات ورحوا مقولوا ديجن التحقيق بطواردكم أنتو ومسؤوليكم أجهزتكم الأمنية بتجارة المخدرات نقطة تانية موضوع الحدود الحدود في الجنوب اللبناني فيه 13 نقطة حدودية متنازعة عليها بين لبنان وبين العدو الإسرائيلي طبعا نحن نفترض النزاع أن الأرض المتنازعة عليها أنها أرض لبنانية أو فلسطينية نحن لا نعترف بوجود أرض إسرائيلية الأرض في الطرف الآخر هي أرض فلسطينية محتلة من قبل الصهاينة فيه 13 نقطة متنازعة عليها طيب بالأون الأخيرة العدو الإسرائيلي أبلغ اليونيفل التي أبلغت الجانب اللبناني بأنه هو يريد أن يبني جدارا وأن يستحدث أمورا في النقاط المتنازعة عليها بس النقاط مش معناته نقطة يعني يعني في مسافات طويلة فهو برضو يستحدث هناك الدولة اللبنانية يعني الرؤساء والجهات المعنية في الدولة اللبنانية وذلك أقول هذا موقف الدولة اللبنانية وليس فقط موقف الحكومة اللبنانية رفض أي إجراءات إسرائيلية في المناطق في النقاط المتنازعة عليها وبلغ لليونيفل واليونيفل بلغ للإسرائيليين ولبنان ينتظر جواب الإسرائيليين طبعا هذا الأمر طلع بالأيام القليلة الماضية في وسائل الإعلام والجيش اللبناني أعلن أنه هو جاهز لمواجهة أي تجاوزات أو مشاكل أنا اليوم في ذكرى الحاج أبو عماد أبو شهداء المقاومة وشهداء لأنيطرة أريد أن أعلن أيضا وقوف المقاومة في لبنان إلى جانب الدولة اللبنانية وإلى جانب الموقف الرسمي وإلى جانب الجيش اللبناني وأقول للإسرائيليين يجب أن تأخذوا تحذيرات الدولة اللبنانية بمنتهى الجدية يجب أن تأخذوها بمنتهى الجدية ولبنان سيكون موحدا خلف الدولة اللبنانية وخلف الجيش اللبناني لمنع العدو الإسرائيلي من أي تصرف في النقاط المتنازع عليها والمقاومة ستتحمل مسؤوليتها بشكل كامل على هذا الصعيد وما يمزحوا بهذا الموضوع وما يتساهلوا لا بلبنان ولا بتحذيرات لبنان نقطة تالتة نقطة تالتة التطبيع مع العدو الإسرائيلي هذه نقطة سجال بالبلد نقطة خلاف حصلت بالقونة الأخيرة أنا أدعو أنه في مكان ما بشكل هادئ هلأ بالحكومة مثلا بمجلس النواب مين المعنى أي وزارات هي المعنية بمجلس النواب أي لجان نيابية هي المعنية ينعمل نياش وينوصل لموقف أنه شو يعني مصادق التطبيع مع العدو الإسرائيلي أصل التطبيع ما هذا التزام رسمي لبناني لبنان ملتزم بعدم التطبيع مع العدو الإسرائيلي طالما ما في ما يسمونه بين أهلالين سلام عادل وشامل طيب وين السلام العادل والشامل لبنان يجب أن يطبق التزامه بعدم التطبيع مع العدو الإسرائيلي هذا الموضوع يجب أن يعالج مشان ما يصير فيه مشاكل بالبلد بمعنى أنه بكرة والله تحت عنوان هذا فن وهيدا سياحة وهيدا نحن ما عم ندخل النقاشات الدينية والفكرية في هذا الموضوع السياسي يعني مثلا مخرج لبناني بروح على فلسطين المحتلة على السفارة الإسرائيلية وبياخد فيزا وبيفوت وبيطلع وبيطلع وبيبقى أشهر وبيصور فيلم هونيك وهيدا مش تطبيع طيب إذا هذا مش تطبيع شو التطبيع يخي أنا واحد لبناني دلوني شو يعني التطبيع مع العدو الإسرائيلي شو يعني لذلك هذا الموضوع موضوع حساس وخصوصا الآن في هذه المرحلة بعض التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية في كثير في لبنان ما حدا يستخف فيهم ونحن منهم في كثير في لبنان لن يتسامحوا يمكن كنا بعض الأحيان هنا نتساهل فيها هنا نتسامح فيها لن يتسامحوا مع خطوات التطبيع التي تجري تحت عين الدولة وأحيانا بموافقة مسؤولين في الدولة اللبنانية طيب هذا ترجمونا إياه حلونا إياه وما في حدا ضد الفن ولا حدا عم بيقول لكم سكروا السينمات ولا حدا عم بيقول لكم ما تروحوا على السينما ولا أبدا ما أحد أصلا فيه تبادى الموضوع لكن تحت عنوان الفن وتحت عنوان السينما وتحت عنوان السياحة تعمل تطبيع مع إسرائيل هذا خلاف التزام الدولة اللبنانية ما يطلع حدا بك هو يقول السيد مثل العادي عم ياخد أرار الحرب والسلم يا أخي هذا أرار الدولة اللبنانية هذا أرار الحكومات اللبنانية التزموا بأراركم التزموا باستراتيجيتكم بموقفكم بس التزموا بقولكم قولكم هذا بالمبدأ اثنين بلتنف بالتطبيق طيب لبنان نحن عطول بالنعاشات اللبنانية بعض إخواننا بلبنان فلاقونا هنه بقولوا قراء اللبنان ملتزم بقرارات جامعة الدول العربية وعملين معانا مشكل طويل عريض وانه هنه عرب ونحن مش عرب وهنه بيلتزموا بقرارات جامعة الدول العربية طيب من قرارات جامعة الدول العربية التي لا تنفذها بعض الدول الجامعة العربية هو عدم التطبيق مع إسرائيل ومن قرارات جامعة الدول العربية أنه عامني مكتب اسمه مكتب المقاطعة العربية وفي لجنة مكونة من مجموعة الدول منذوبين دول لبنان كان فيهم ما بعرف إذا بعده فيهم بيعدوا بنائشوا هذا موضوع غير موضوع التطبيع ما حدا يخلط بين الأمرين قد يلتقيان وقد يفتريقان يعني كيف قد يفتريقان يعني المقاطعة العربية شو بتجي بتقول والله الشركة الفلانية هي مو شركة إسرائيلية شركة هولندية يابانية صينية البدكنية أمريكية لكنها تقدم دعما لإسرائيل تؤيد إسرائيل بيجوا بلجنة المقاطعة العربية بيدرسوا هاي الشركة والمعلومات عنها وبيحطوها على القائمة السوداء وبيعمموا على الدول العربية عادة أغلب شيء من كان يلتزم لبنان وسوريا ونحن ندعو بقية الدول العربية إنو يلتزموا يعني تصوروا مثلاً لجنة عربية فيه 14 دولة بتاخد أرار بالمقاطعة واللي بيقاطع ثلاثة أربعة دول هذا الالتزام العربي لكن هذا موجود فيه شيء اسمه لجنة المقاطعة العربية طيب إجت لجنة المقاطعة العربية وضعت على القائمة السوداء إذا بتطلع هاي المعطيات غلطة اللي أنا عم بحكيها فأنا بيعتذروا من المسؤولين بس إذا صح أنا بحمل المسؤولين مسؤولية إجت قالت إنو في مخرج أمريكي مخرج أمريكي ما إلي شغل بدينه أو يهودي بس ما في مشكلة مخرج أمريكي اسمه ستيفن مدرشو بانشوف هواين اسمه ستيفن ألان سيس بيرل بيرج ما بيعرفشوه مهم هيدا عام الفيلم اسمه ذا بوست ذا بوست هين عليّ يعني طيب مظبوط هيدا الفيلم ما فيه تطبيع مع اسرائيد نعم ما عم نقول فيه تطبيع لأنه عم يحكي عن فيتنام مثلاً قال أنا ما شفته بس هيك اللي التعارير اللي إجيت لكن موضوع المشكل مش مشكل الفيلم مشكل المخرج هذا المخرج موضوع على القائمة على القائمة السوداء وفيه أرار من لجنة المقاطعة العربية المشارك فيها كان المندوب اللبناني بأن يقاطع هذا المخرج وإنتاجات هذا المخرج ليه؟ مش من شان فلسطين مشان لبنان يا جماعة هذا المخرج بحرب 2006 أعلن دعمه للعدوان الإسرائيلي على لبنان أعلن دعمه وأنا بتمنى أن هذا الكلام الآن من خلال وسائل الإعلام أضعه في عهدة فخامة رئيس جمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس وزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية يسمع هذا الرجل أعلن دعمه للحرب للعدوان الإسرائيلي على لبنان بـ 2006 يعني في أكتر من ألفين شهيد في ألاف الجرحة في عشرات ألاف الوحدات السكنية التي دمرت 33 يوم أبشع حرب إسرائيلية على لبنان هذا رجل أيت تلك الحرب ودفع من ماله الشخصي مليون دولار مليون دولار لإسرائيل دعم من ماله الشخصي يعني لما عم يجيبوا فيلمه على السينما بلبنان ويروح اللبنانيين بيحضروا هذا الفيلم وبيدفعوا مصاري المصاري لما بدأ توصل حصته لهذا اللي اسمه ستيفن ماذا ممكن يعطي جزء منه لإسرائيل طيب لجنة المقاطعة العربية لجنة المقاطعة العربية اللي كان فيها 14 دولة عربية لما أخذت أرارت آطع هيدا ستيفن من شان لبنان يا جماعة لأنه دعم الحرب الإسرائيلية على لبنان لأنه دفع من ماله الشخصي مليون دولار لإسرائيل لقتل أطفالكم وسحق عظامكم وتدمير بيوتكم آخر شيء من كيف أقول ستيفن طاحت عنوان الفن والحرية والسياحة أنه ما في مشكلة عرضوا الفيلم طبعه بالسينمات اللبنانية نحن نرفض هذا القرار نعتبره قرارا خاطئا ما حقول أكثر من هيك هلا هذا خطأ يمكن معلوماتكم مش صحيحة صحيحوا إذا معلوماتي غلط صحيحوا لي ما في مشكلة لا ندع العصمة بس هذا نتيجة تدقيق اللي عملناها الكاميون متمنى هذا الموضوع يعالجوه متمنى هذا الموضوع يعالجوه مش بس هذا الموضوع كل هاي القصة كل هاي القصة نحن لا ضد الفن ولا ضد السينما ولا ضد الانترنت ولا ضد الانترنت ولا ضد السياحة أبدا وما حدا يخلط بين المسائل وما حدا يبسط المسائل وما حدا يكلنا رأسنا بالموضوع الإسرائيلي المفترض أنه فيه إجماع لبناني أن إسرائيل عدوه والمفترض فيه أرار رسم لبناني بمقاطعة إسرائيل وبالتزام بقرارات جامعة الدول العربية لجهة مقاطعة من تأمر بمقاطعته من شركات داعمة لإسرائيل التزموا بقراراتكم بس نقطة اللي بعد لبنانيا نقطة ما قبل الأخيرة التفجير الذي حصل في صيدة للأسف الشديد طبعا ما بدي أحسن مسائل رغم أنه طبعا الذي يقوم بالتحقيق هي الأجهزة الأمنية اللبنانية واسمية لكن نحن عم نواكب التحقيق بشكل أو بآخر قريبون من التحقيق وكل المؤشرات حتى الآن تقول أن العدو الإسرائيلي هو الذي قام بتنفيذ هذه العملية يعني التفجير الذي استهدف أحد الإخوة من كوادر حماس في مدينة صيدة هلأ فينا نقول يا أخي بعض لبنان رسميا ما قال ما التهم إسرائيل فهلأ ما تعتبوا طيب ما عليش ما هنعتب هلأ لكن لما حيبين عند الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية أن هذا عمل إسرائيلي نتمنى على اللبنانيين والأحزاب اللبنانية والجهات اللبنانية والدولة اللبنانية أن تتعاطى مع هذا الأمر أولا أنه جريمة وثانيا أنه خرق للسيادة اللبنانية وثالثا أنه عدوان على لبنان وأزيدكم هذه بداية خطيرة جدا أطعى الموضوع لأنه البلد مجغول بمحل تاني عمي هذا موضوع خطير من زمان أديه صار إلى إسرائيل صار مدة ما نفذت عمل أمني مباشر على الساحة اللبنانية في بعض الناس للأسف الشديد قد يستهين في الأمر هذا الشرط فلسطيني المستهدف ليس لبنانيا أولا شيء من العيب أن واحد يحكي بها اللغة أثنين أيًا يكون المقيم على الأرض اللبنانية عندما يستهدف على الأرض اللبنانية هذا استهداف للبنان وهي بداية خطرة هاي بداية خطرة يعني الإسرائيلي شو؟ هلأ بلشنا نفهم أنه يا خي شو قصت هاي اجتماعات المجلس الوزاري المصغر بالأسابيع القليلة الماضية؟ أنه نتنياهو عمل اجتماع أول واجتماع ثاني واجتماع ثالث وعم يحكوا بالجبهة الجنوبية شو فيه؟ هل يصح؟ وأنا بس هلأ حطرة رح أسئلة بعدين عكل حال لما بينتهي التحقيق بهذا التفجير نرجع ونحكي ونشوف شو المناسب انه واحد يحكي وشو المناسب انه يعمل لكن هل من الصحيح انه هاكي نغض الطرف انه إسرائيل ترجع تبلش تقتل؟ يعني من أول وجديد بلبنان عشو عم نتغنى بالأمن بلبنان وبالاستقرار بلبنان ولبنان الآمن ولبنان المستقر ولبنان ولبنان إذا بده يرجع لبنان مرتع للمخابرات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاغتيال والقتل الإسرائيلي لا هذا موضوع ليس لازم نتسامح فيه لا يجوز للشعب اللبناني أن يسمح بالتسامح في هذا الأمر الدولة اللبنانية مسؤولة طبعا الأجهز اللبنانية اللي يعطيهم العافي والجيش ويتقول لهم يتحملوا مسؤوليتهم بس هذا بده تصرف قيادي وسياسي وسيادي مختلف أنا هون ما بدي يؤف لدينا التفجير بصيدة أنا بدي يؤف لدينا أوصل خطأ لا أقول لا التفجير الذي حصل قبل أيام في صيدة واستهدف أحد الإخوة الكوادر في حركة حماس هو بداية خطيرة على المستوى الأمني اللبناني وما حدا يخفف من الموضوع ولا هدايا ولا حدا يهون منه ولا يجوز السكوت عليه وعندما يحسم التحقيق لازم الحكومة اللبنانية تقول كيف بده تصرف مع هذا الموضوع بس أنا بقول لكم فرضية لو فرضنا انفجرت عبوي بحيفة مناشن بعيد بنهارية بأي بلدة في فلسطين محتلة وكادت أن تقتل إسرائيليا وطلعت المؤشرات الأولية أنه في حدا من لبنان إلو عليها بهذا التفجير فيكن تقول لي إسرائيل ونتنياهو حكومة إسرائيل كيف تتصرف طيب لبنان كيف مطلوب إنه يتصرف هذا سؤال برسم الدولة مش عطول عم نطالب إنه لا تكونوا بديل عن دولة خلت يجي الدولة تحمل مسؤوليتها تحمل مسؤوليتها الدولة على حدود بتقول ممنوع يا إسرائيلي أن تمس المناطق النقاط المتنازع عليها نحن خلف الدولة نحن خلف الدولة وبخدمتها ومعاها مش قدامها ولم نزايد عليها نحن تم سؤالنا وأنه نحن موجودين بالحكومة ومفترض شركاء بالأرار إنه يا خي في نقاط المتنازع عليها بدنا نحلها بدنا نعمل ترسيم أو بموضوع ترسيم الحدود البحرية إنه لنتوا الدولة يخذوا أرار نحن كمقاومة لا نريد أن نبدي رأيان ولا نريد أن نتدخل في مسألة ترسيم الحدود نحن في هذه المسألة خلف الدولة مثل ما حكينا عشية الانتصار عام 2000 لذلك دولة تحمل مسؤوليتها بالموضوع الأمني الآن الاستهداف الإسرائيلي المتجدد على مصطر عمليات تفجير نعم هذه بداية خطرة يجب أن تتحمل دولة مسؤوليتها ولما بينت التحقيق نرجع بنحكي بهذا الموضوع نقطة الأخيرة بالشأن اللبناني كمان كلمتين ما في شك أننا دخلنا في مرحلة الانتخابات بقوة أنا الآن الوقت لا يتسع للحديث عن هذا الملف وفي بعض النقاشات بدي استكملها أنا وإخواني ولذلك أتركها للأسبوع المقبل أو ما بعده يعني خلال أيام القليلة المقبلة بحديث تلفزيوني مش بخطاب شعبي بحكي عن الانتخابات وعن أنون الانتخابات وعن التحالفات بالانتخابات وأهداف الانتخابات وموضوع المغتربين على نتيجة جلسة التنين أو جلسة الحكومة ممكن أنا أحكي بهذا الموضوع وإشرحه كمان للناس على كل إن هذا بده لحاله ساعة نحكي فيه لحاله لكن بهذا العنوان بس بدي أقول جملة أنه في جواب البلد اتهام أنه والله في حدا بده يطير الانتخابات أو بده يأجل الانتخابات بس أنا لكون منصف نحن بحسب معلوماتنا ومعطياتنا متابعاتنا لا نعتقد أن أحدا في لبنان من القوى السياسية يريد تطيير الانتخابات أو يريد تأجيل الانتخابات وإذا كنا مختلفين على موضوع إلو علاءة بتفصيل هنا أو تفصيل هناك في موضوع قانون الانتخابات أو الانتخابات لا يجوز أن نذهب إلى اتهامات متبادلة تشنج البلد على هذا الصعيد أنا أعتقد أن الجميع يريدون أن تجري الانتخابات في موعدها من الطبيعي أن كل جهة تحاول أن تحسن ظروفها وشروطها لتحصل على أفضل نتيجة ممكنة في الانتخابات النيابية لكن في الحد الأدنى نحن حزب الله ليس لدينا معطيات ولا نتهم أحدا بأنه يعمل على تأجيل الانتخابات أو تطيير الانتخابات مع التأكيد بالمناخ السياسي العام على أن كل مقربنا من جو الانتخابات قد تذهب الأمور باتجاه بعض الحماوة السياسية هذا الأمر يجب أن يبقى مضبوطا يعني بالنهاية أنا بحب لكم شغلي هذا البلد لا بينحكام لا بأغلبية ولا بأقلية هذا البلد لا يصح أن يعزل فيه أحد ولا أن يكسر فيه أحد وهذه التجاوب حصلت في الماضي وأدت إلى نتائج سلبية من ميزات القانون قانون الانتخابات القانون النسبي أنه يتيح مجال للكل أن يتمثل إذا كان له حجم يستدعي التمثيل لأنه فيه إدعاءات أحيانا بتكون فاضية لكن من له حجم جدير بالتمثيل القانون النسبي حجم شعبي القانون النسبي يتيح له هذه الفرصة ولذلك نحن أيضا نرفض العزل نرفض حتى عزل من يصنف نفسه خصما سياسيا لنا نرفض العزل ونرفض الكسر ونقول كنا نقول وما زلنا نقول وسنبقى نقول هذا البلد يستمر بالحوار وبالتواصل وبالتكامل وبالتعايش وبعدم الإلغاء وبعدم الإقصاء ونقطة تفهم كما يقولوا عنا بالكتب فتأمل ألا تفصيله بحكي فيه بعدين أما النقطة العامة اللي علاقة بالمنطقة إن شاء الله كلمتين بس ما أتطول عليكم أن ما يجري في ما جرى في الأيام القليلة الماضية يؤكد بشكل قاطع كل ما قلناه وقاله آخرون آخرون في بدايات الأحداث في المنطقة عن الأهداف الأمريكية طيب أمس أعلن وزير الخارجية الأمريكي ترلسون طبعا مش ترامب تغريدي وإنما ترلسون يعني إعادين ودرسين وحكيين الجماعة ما عم ينطع نتا ترامب أو راتب ينطع يعني أعلن بأن القوات الأمريكية باقية في العراق وأن القوات الأمريكية باقية في سوريا طيب ليه أنتوا باقيين بالعراق وبسوريا ما أنتوا لما عملتوا التحالف الدولي وجيتوا على العراق وجيتوا على سوريا وقتا قلتوا أن أنتوا مش نيتكم البقاء لتشوفوا النفاق الأمريكي مش نيتكم البقاء وأنما أتيتم للمساعدة على دحر داعش وآخر ناس لهم علاءة بدحر داعش والحاق الهزيمة بداعش هو أنتوا الأمريكان يعني طيب الآن شو بقول القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية سوف تبقى في العراق وسوف تبقى في سوريا لمنع عودة داعش عظيم أنا بدي أذكر بالحكي اللي حكيناها قبل سنين فيكم ترجعوا على الأرشيف لما قلنا مش بس نحن كثيرون بالمنطقة قالوا أن الأمريكيين أوجدوا داعش ليوجدوا حجة وذريعة عودتهم العسكرية إلى المنطقة وخصوصا في العراق بعد أن أخرجهم الشعب العراقي والحكومة العراقية والمقاومة العراقية الباسلة ورفض العراقيون أن يعطوا للأمريكيين قواعد عسكرية وأن يعطوا للأمريكيين حصانة دبلوماسية لجنودهم وضباطهم أوباما أخذ أرار الإنسحاب طيب الأمريكيين كيف بدهم يرجعوا على العراق؟ بدهم نحجي ليرجعوا على العراق أوجدوا داعش ليعودوا إلى العراق واليوم بحجة داعش يريدون البقاء في العراق وبحجة داعش جاءوا إلى سوريا وبحجة داعش يريدون البقاء في سوريا مع أن العالم كله يعلم مع أن العالم كله يعلم وباعترافات ترامب أن أمريكا هي التي أوجدت داعش اليوم أستطيع أن أقول للأمريكان من شان ما يضللوا رأي العام بدكن داعش ما ترجع أنتوا ما ترجعوها ما ترجع أنتوا ما تطلبوا من حلفائكم بالخليج وبالمنطقة يعطوها مال ويعطوها سلاح ما ترجعوا أنتوا ما تطلبوا من الدول بالعالم يقدموا تسهيلات للتكفيريين ليلتحقوا بداعش ما ترجع داعش ولا يحتاج منع عودة داعش إلى العراق وإلى سوريا لا يحتاج إلى قواعد أمريكية ولا إلى قوات أمريكية العراقيون كفيلون بمنع داعش من العودة والسوريون كفيلون بمنع داعش من العودة وما يدعيه وزير الخارجية الأمريكي وكذب ونفاق وتضليل ودجل على الشعوب في المنطقة واختراع حجة جواهية لبقاء القوات والقواعد الأمريكية في المنطقة وهذا كان الهدف الحقيقي اليوم صار واضح وبين طبعا في سوريا الحكومة السورية أعلنت موقفها ومن المؤكد أن الأمريكيين لم ينسقوا مع السوريين لكن في العراق لا نعلم هل اتفقت الحكومة الأمريكية مع الحكومة العراقية على بقاء هذه القواعد أم لا نحن ما عندنا معلومات بهذا الموضوع أم أن الأمريكيين يعطون علما للعراق والعراقيين أنه نحن بقيين عنكم يعني غصبا عنكم بإرادتكم بدون إرادتكم هذا طبعا أنا أعتقد أنها من الاستحقاقات الكبرى أمام الحكومة العراقية والشعب العراقي والقيادات والقوى السياسية العراقية أن تفرض أمريكا قواعدها وبشروطها على العراقيين من جديد بحجة داعش نقطة أخرى أيضا بهذا السياق استمرار العتو والعلو والاستكبار والعنجهية والعنصرية الأمريكية من خلال إدارة ترامب وما سمعناه من تصريحات بموضوع المسلمين ما هو لا خلوا لا بقى بالمسلمين وبالإسلام خلال الحملة الانتخابية وبعد فرزه بالانتخابات وإسراره على مصطلح الإرهاب الإسلامي هو من أهم مصادق وأدلة عدائه الكبير للإسلام ما في شيء اسمه إرهاب إسلامي يعني مقبول مثلا نحن المسلمين يطلع حدا مننا يقول أن ما قامت به أمريكا من ضرب القنابل النووية في اليابان في هيروشيما وغيرها هذا إرهاب مسيحي هل ما قامت به أمريكا من قتل وما تقوم به من قتل يومي في كثير من مناطق العالم لأنهم مسيحيين منقول هذا إرهاب مسيحي نحن نرفض أن نصف الإرهاب الأمريكي بالإرهاب المسيحي نرفض مع من جامل المسيحيين إذا منقول هذا إرهاب مسيحي منكون عم نتجنة على المسيحية وعلى المسيحيين وعلى الدين المسيحي هذه مش مجامل للمسيحيين لكن المسيحيون يجب أن يرفضوا أيضا هذا المصطلح وأقول لكم ترامب يتعمد وصف الإرهاب الإسلامي لا يقول مثلا الإرهاب التكفيري لا يقول الإرهاب الوهابي لهم جماعتوا حلفاء لا يقول الإرهاب الفلاني وإنما يقول الإرهاب الإسلامي لصبغ الإسلام ودين الإسلام ونبي الإسلام بصفة الإرهاب طيب اليوم أكثر من هيك في موضوع المسلمين غير موضوع إهانة مليار واربعمائة مليون مسلم بمسألة القدس ومعهم مئات ملايين مسيحيين إجاي هين الدول الأفريقية ومعهم هايتي والتعبيرات القذرة التي استخدمها ترامب باتجاه هذه الشعوب هذا استكمال للعلو والعطو والعنجهية الأمريكية التي ينظر إليها البعض اليوم في العالم أنه هي حلالة المشاكل وهي ضمانة العدل والعدالة وهي ضمانة حقوق الإنسان إذا كان رئيس هذه الدولة إنسان عنصري إنسان بغيد إنسان مستكبر إنسان يستعلي على الجنس البشري على ولد آدم نتيجة اللون أو اللغة أو الدين أو المنطقة الجغرافية عشو عم براهم هؤلاء أيضاً الإدارة الأمريكية تواصل تواصل تصفيتها مساعيها لتصفية القضية الفلسطينية بعد قرار القدس إجاء قرار وقف الدعم لوكالة غوث اللاجئين فلسطينيين تابع الأمم المتحدة وسيستمر ترامب في الضغط على الدول العربية التي أصبح من الواضح أنها تمارس ضغوطاً على الفلسطينيين واللغة الخطابية التي استمعناها في الأيام القليلة الماضية تؤكد أن هناك ضغوطاً عربية يعني نحن عم نطالب العرب كونوا مع الفلسطيني لا يصمد الحقيقة أن بعض الحكومات العربية ولمصالح ترتبط بالكراسي والعروش والسلالات هي تضغط على الفلسطينيين ليقبلوا بهذا الفتاة المذل والمهين الذي يعرض عليهم ولكن كما قلنا في بداية هذه المحنة وبداية هذه المرحلة أوهان الحقيقي هو على الشعب الفلسطيني الذي ما زال يتواجد في الساحات وخصوصاً في كل يوم جمعة ويتحدى عند خطوط الاشتباك وذهب أبعد من ذلك في نابلس وصولاً إلى المواجهة البطولية في اليومين الماضيين في مدينة جينين والفشل الإسرائيلي الميداني طالما أن الفلسطينيين يجمعون على رفض ما سمي بصفقة القرن وسموها بصفعة القرن وهي صفعة قوية ومدوية صفعة ليس فقط للفلسطينيين صفعة لمليار وأربعمائة مليون مسلم صفعة لكل العرب لكل الشعوب العربية والحكومات العربية والتي كثير منها لم تحرك ساكناً بل بالعكس البعض بعد قطيعة يعيد العلاقات ويعيد فتح السفارات مع العدو الإسرائيلي لسبب أو لآخر نحن في كل أحوال في ذكرى الشهداء وفي ذكرى والد كبير من آباء الشهداء نؤكد موقفنا أرافض بالمطلق للهيمنة الأمريكية على المنطقة للمشروع الصهيوني ونؤكد وقوفنا الدائم إلى جانب شعب فلسطيني وحضورنا الدائم لمواجهة كل هذه التحديات من دماء أولاد الحاج فايزمونية وخصوصاً من دماء القائد الكبير الحاج عماد ومن دماء شهداء الأمريكة ومن دماء كل شهدائنا صنعنا الانتصارات وسنصنع الانتصارات سنحمي بلدنا وحدودنا وسيادتنا وكرامتنا وأمننا ومنطقتنا وسنحمي مقدساتنا وقدسنا ولا نتخلى عن هذه المسؤولية مهما بلغى التضحيات وحمل حاج أبو عماد لكل الشهداء